بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم رحلة للسعادة وبديين المجموعة الأولى إحنا قلنا براجع بس معاكم عشان تحفظوا عشان الموضوع عايز تركيز قلنا رحلة للسعادة السعادة مش كلمة ومش حاجة واحدة تعملها السعادة مجموعة من سبع حاجات كملتهم تعيش سعيد واحدة نقصة عندك مشكلة واحدة نقصة في سبب من أسباب التعاسى بقى موجود في حياتك لازم تكمل السبعة زي ما أنت عندك حواس خمسة عينين ولسان وودان لو حاجة نقصة مش هتعرف تنبسط في الدنيا دي أنا عندك مشكلة كذلك السعادة ما هيش كلمة واحدة هي سبع مجموعات كذا سبع أبواب لازم تكمل كل باب منهم وإحنا عاملين لكل مجموعة ثلاثة أو أربع حلقات وبالتالي كل ثلاثة أربع تيام هنمسك مجموعة نخلصها نقولك ها ادخل على عمري خالد دوت نت هتلاقي استقصاء وجدول أنت مكمل في كام من المجموعة الأولى جايب في صفر عندك مشكلة في التعاسى جايب في درجة يا عظيم عشر على عشرة إن شاء الله خش معنا بقى كمل معنا الرحلة لازم تكمل السبع مجموعات تكمل ها فين السبع مجموعات دي هتلاقيهم موجودين على عمري خالد دوت نت أو أقولهم لك بسرعة أول مجموعة ابدأ بداية صحيحة تاني مجموعة اسعد الناس تسعد ورمزنا لها باللون الأخضر تالت مجموعة نفس نقية من معوقات السعادة من الحقد والحسد والغل والغضب المجموعة الرابعة قلب كبير يسامح ويعفو ويرضى المجموعة الخمسة إرادة قوية تخليك تنجح في الحياة المجموعة السادسة علاقات أسرية متربطة المجموعة السابعة صلة عامرة بالله سبع اتجاهات سبع حاجات ماينفعش تبقى سعيدة لما تكملهم انت عملت تجرب في ميت سكة انك تبقى سعيد ومسعيد جربت في الخروج والفصح جربت في الاتشات وكذا جربت في الفلوس جربت في المظاهر ويا ما المظاهر عملا تاخد من الناس دلوقتي ستات ورجالة وشباب ومش مبسوط ممكن تجرب معانا رحلة للسعادة وتطلع معانا الرحلة احنا في المجموعة الأولى المجموعة الأولى ابدأ بداية صحيحة ارسم خطك للجنة البدايات طبعا لازم نبتدي بيها ورمزنا ليها باللون البرتقاني لون اشراق الشمس علشان تشرق ممكن لو سمحت كل ما تفتكر كلمة الشروق أو تشوف الشروق تسأل نفسك انا فين في المجموعة دي هكملها ولا لأ انبارح ابتدينا وقلنا ابدأ رمضان بنية كبيرة ادي اول حرة في اشراق الشمس النهاردة كمان بنكمل وبنقول لك ايه بنقول لك حلقة النهاردة تبدأ بحديث الحديث بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الإخلاص انت لله عيش لله خليك لله وحده اخلص قوي يا عم الدنيا كلها خلصانة وحتفنة خليك لله خليك لله وعلى فكرة مش خليك لله معناها حتسيب الدنيا لا خد الدنيا بكل اللي فيها وروح بيها لربنا وفلوسك وكل ما تملك واستمتع بيهم بس خليهم لإرضاء ربنا علشان نعمل الحكاية دي تعالوا نبدأ الرحلة يعني إما إحنا فين لا هنطلع مع بعض مع شروق الشمس ورحلة الإخلاص دي حلقة النهاردة يلا نطلع مع بعض رحلة الإخلاص مع شروق الشمس ابدأ بداية صحيحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحلة للسعادة طلعين معاكم رحلة وطلع هوا جايبين شنطة الرحلة وطلعين بالأدوات بتاعتنا وعلى فكرة الأدوات دي كلها لها علاقة برحلة النهاردة وحلقة النهاردة هنقولكوا عليها واحدة واحدة بس نبتدي الأول النهاردة الموضوع اللي بنتكلم فيه أول مجموعة ابدأ بداية صحيحة البدايات ابتدناها مع شروق الشمس لون البرتقاني لون إشراق الشمس ابدأ بداية صحيحة أول حلقة مع الله تيجي نبدأ بداية صحيحة مع الله أبدأ معاكم في حلقة النهاردة في أول مجموعة وأقول لكم عايز تعيش سعيد عايز تنبسط قوي في الدنيا تيجي نبدأ مع الله بداية صحيحة إزاي عشان أقول لكو ده هحكي لكو حكاية واحكي لكو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلا نبدأ الحكاية نبدأ القصة القصة لها علاقة بموضوع النهاردة عيش لله لوحده خلي حياتك كلها لربنا صاحب القصة فنان مشهور هو طلب مني أن أنا مذكرش اسمه هو بيقول وأنا عندي 16 سنة كان كل حلمي في الحياة أن السعادة عبارة عن حكتين لو معاك تبقى سعيد الشهرة والفلوس بيقول كان مسيطر الحلم إمتى أبقى سعيد لما جيبي الاتنين واشتغلت على نفسي دخل الإزاعة بقى مشهور جدا في الإزاعة كل الناس بتستنى برامجه الصبح وتحب تسمع صوته كل يوم وهو بيتكلم بدأ يتعرف لكن لسه مستعيد فقال عشان أنا مش مشهور كفاية لسه ما اشتهرتش قوي الناس ما شافتنيش فقرر لازم أدخل التلفزيون وبدأ بيعمل برامج توك شوف التلفزيون وبدأت برامجه على كل لسان وصورته في كل حتة وكل الناس عرفاه وبقى فعلا مشهور جدا لكن لسه مستعيد بيقول كنت بحس بديق في قلبي في حاجة مقصة في حاجة تعباني ما بعرفش نام بالليل خلي بالكرة مع ده دليل ما بعرفش نام بالليل عشان أنا نام لازم نبذل مجهود كبير لو أنت كده تبقى مستعيد هو بيحكي وبيقول فضلت كده كتير وبعدين قلت النفسي أيوة لأن أنا بقيت مشهور بس لسه معيش فلوس كتيرة لو بقى معايا الشهرة والفلوس أكيد حبقى سعيد فهو بيقول بعد ما الشهرة بقت موجودة قلت إزاي يبقى معايا فلوس كتير قلت أروح السينما أمثل بدأ يمثل هو معروف ومشهور بعد شوية خد أدوار بطولة بقى مشهور جدا 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 الفلوس جات بقى فيه أصر وبقى فيه حمام سباحة وبقى فيه عربيات وجات الشهرة والفلوس وبيقول وازددت تعاسة لكن ليس ده تعاسة خلي بالك لأن دي مفتاح الحلقة بقى اللي اتنين بيشدوني كل واحدة منهم لها متطلبات حسيت إن أنا زي البدلة اللي أنا نبسها عمالة تتشد من ناحيتين وبتتقطع كأن قلبي اللي بيتقطع الشهرة عايزاني في حتة والفلوس عايزاني في حتة قلت آه مهولسة طبعا ما أنا اللي مزكي شهرة وفلوس نقصها أهم حاجة ستات فقرر إن لازم يبقى لي علاقات نسائية كتير جدا عشان يبقى سعيد وبدأت علاقاته تكتر 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 وازدادت التعاسة لإن بدل ما كان اتنين بيشدوا بقى فيه تلات حاجات بتشد الشهرة ولها متطلباتها والفلوس ولها متطلباتها والنساء ولها متطلباتها والشد بيزيد القامه لسه ناقص حاجة ربعة العلاقات الاجتماعية لازم يبقى عندي علاقات قوية جدا ومظاهر وحفلات وصهر وغنى وعملها وازدادت التعاسة لإن بقى فيه أربعة بيشدوا بيحكي بيقول في يوم من الأيام صحفي عمل معي حوار قال لي الفنان فلان الفلاني أكيد أنت من أسعد الناس فرد عليه قال له الحقيقة لا سعيد كلمة مكونة من أربع حروف سين وعين ويه ودال أنا معايا ثلاثة سين وعين ويه أنا بسعى سعي لكن الدال لسه مجتش أوعيدك لما جيب الدال هقول لك قال له ليه مستعيد قال له علشان فيه ميت حاجة بتشدني ميت حاجة بتتنازعني بيحكي بيقول بعد ما خلصت الحكاية دي ليه يا ابن عم راجل متدين بس بعقب كده راجل متدين متفتح اتصل بي قال لي عايزة قابلك رحت قابلته أمي طلع وراء وقلم قال لي اكتب لي الحاجات اللي بتشدك ايه الحاجات اللي بتنازعك قال له الفلوس والمظاهر والعيلة وقيمي أنا عندي شوية قيم وأخلاق والشهرة والستات وقال له أقولك ان فيه آية في القرآن بتتكلم عليك بالظبط قال له آية علي أنا قال له آه بالظبط قال له ايه قال له اسمعي الآية دي ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون واحد له عشر مديرين كل واحد بياخدوا في حتة عشر حاجات بتشدوا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل لواحد ملك واحد بس هل يستوياني مثلا قال له يا فلان خلي حياتك لربنا الوحده تعيش سعيد عنوان حلقة النهاردة اجعل حياتك لله رب عليه وقال له بس أنا مش مستعد أسيب كل فلوسي وحكتي عشان أروح لربنا الوحدي قال له لا خدها معك وروح له انجح أكتر وخد فلوس أكتر والبس أحلى بس بنية لله بنية أنك تحبب الناس في الله أنك تقدم عمل يهدي الناس بنية الإصلاح بنية الخير بنية إسعاد الآخرين نية زي نيتنا في البناء اعمل حاجة زي كده بيقول فتحت مرة المصحف لقيت الآية بتقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريكة لها اسمع الآية تاني قل إن صلاتي بس مش الصلاة وبس اللي فيها إخلاص لله مش هتخلص لله مش هتجعل حياتك لله في الصلاة وبس ونسكي طريقتي في الحياة لبسي كل ما أملك ومحيايا ومماتي كلها لله رب العالمين لا شريكة له أنا كل لله وحده وبذلك أمرت هو عايز مني كده عيش في الله حلقة النهاردة عايزة تقولك اخلص لله عيش لله وحده دي الحكاية أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش عالو نور بينوره لك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول حديث حلو قوي كان بيفتتح به النبي الصلاة بعد ما يقول الله هو أكبر وقبل ما يقرى الفتحة اسمع الحديث ده اكتبه عندك ينور لك حياتك وتكبر بيه حياتك تخلص بيه عيش لله اخلص لله خلي أنا كل لله وكل ما أملك لله زي صاحبنا دوا صاحبنا اتصل بالصحفي وقال له لقيت الدال كملت السين والعين واليه ولقيت الدال أنا بقالي سنة معاتش حاجة بتشدني أنا لربنا وخدت كل اللي معايا وروحت لربنا اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفتتح في دعاء الصلاة اللهم أنت الملك اكتبه عندك حديث رواه مسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك الخير كله بيديك والشر ليس إليك اسمع الكلمة الأخيرة دي واكتبها أو يحط تحتها خط وأنا بك وإليك بك حياتي بك قوتي بك نعمتي بك رزقي أنا بك وعلشان أنا بك فلازم أكون إليك إليك توجهي إليك إخلاصي إليك عملي إليك حياتي إليك قلبي إليك مماتي ومرجعي أنا لك أنا بك وإليك تعرف تعيش بالحديث دا وبالآية دي وتحطهم شعار ليك قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين وأنا بك وإليك حياتي بنكلمة بك وإليك طالما حياتي بك فلازم أكون إليك اخلص لله عيش لله تعال يا جماعة نطلع فاصل بس ممكن أطلب منك طلب ممكن لما أطلع الفاصل تقعد مع نفسك تفكر إزاي أعيش لله إزاي أخلص لله ممكن تاخد القرار حقلص لله تعالوا نطلع فاصل ونكمل مع بعض تخلص حياتك لله تعيش لله تخلي كل ما تملك لله أنا ععرف أنت حتقول لي طب إزاي دي تتعمل قرار قرار يعني قرار تاخده بدماغك حياتك هي هي أنا وأقولكش تغير أي حاجة في حياتك كل اللي حتعمله إن أنت حتغير البصلة جوة دماغك يعني إيه نية حتعدلها إنت معاك فلوسك فلوسك ولبسك وشغلك وكل ما تملك يكون لله طب إزاي حتاخد قرار بدماغك الفلوس دي ليه كانت الأول ليه أنا وولادي هي هي وحتفضل تجأ و بالعكس وتجيب فلوس أكتر بس يا رب الفلوس دي هأكل بيها غلابة وهعلم بيها ناس وحصلح بيها في بلدي وحصلح بيها في مجتمعي حستخدمها إنها بتاعتك أنت في كل اللي يصلح ولادي دول حنويهم لله هم هم وحتفضل تربي زي ما أنت وحتفضل تاخد بالك تاخدي بالك من الولاد زي ما أم بس حاجة حتحصل في الدماغ قرار أنا ما بطلبش منك أي تعديل قرار في دماغك الولاد دول كل تربية أنا عايز أطلع نبتة صغيرة تعبودك يا رب والولاد دول هم اللي حيصلحوا حال المسلمين وحال بلادنا والولاد دول أنا نويهم لنهضة بلادنا والولاد دول نذرهم في بطني ستة تول نذرهم في بطني علشان يعملوا حاجة لربنا كويسة وحيطلحوا صالحين مصلحين بقى كل دقيقة في تربية ولادك مخلصة لله وبقى كل تعب وكل غسيل وكل مكوى وكل تمرين كورا وكل 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 بقى لله تخيال كمية الثواب هو هو أنا وبطلبش منك حاجة زيادة ممكن تجرب مش عايز تعيش سعيد تعرف تخلي كل حاجة رايحة لربنا وتخلي دي بدايتك مع ربنا خلي بالك أي عدد تتغير في 21 يوم العلماء بيقولك كده 21 يوم تقدر تغير عدد إحنا في رمضان تيجي تخلص لله ال 21 يوم اللي جاييني أنا ليك يا رب أنا ملكك كل ما أملك ها فلوسك ولادك علمك العلم ده الشهادات اللي أنت خدتها الشهادات دي يا رب أنا حوجه العلم دوا لخدمة الناس مش عشان أبقى الدكتور فولانا لا 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 بقت لله حصلح لك في أرضك وحستخدم العلم ده في هداية الناس بقى كل دقيقة علم ومذاكرة ومسكة ألم بقت ثواب يا أولاد يا بنات يا اللي في الامتحانات انوي العلم إن أنا حقدم حاجة البلدي للإسلام للمسلمين مش عشان أنجح واخد شهادة بقت لله تخل إخلص انت شايف سهلة قد إيه بس بقى كل ما تزود كل حاجة كل حاجة يقولك ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله في هنية يا كل خطوة كبيرة قوي بس ابدأ شوف أنت أقوى حاجة عندك إيه طب انوي حاجة واحدة يعني أم السيدة مريم قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا محرر من كل الدنيا ليك لوحدك طب اختار حاجة وخليها لله شغلي ولادي بص أنا عايز أقرب لك الفكرة كويس أنت ممتلكتك إيه ممتلكتك كتير يعني أيا كانت ممتلكتك تيجي نتخيل الفكرة دي تيجي نفكر إزاي نقلص لله وتشوف أن هي هي تعالوا نتخيل مع بعض أنا طلع الرحلة معاكو سيبا بقولكو تشايفين الشنطة دي الشنطة دي تعالوا نتخيل أن فيها كل ممتلكات حياتك مثلا يعني كل ما تمتلكه في الشنطة دي تعالوا فرجرت كده الشنطة دي فيها إيه الشنطة دي أنا تخيلت أن واحد حط كل ممتلكات حياته في الشنطة دي هنطلع هنطلع من إيه آدي الفلوس ريالات وبش عارف وإيه ايه? وقادي سيغة الست. كل سيغتها وكل ما تمتلك جيبنا لكم حاجات مش بتاعتنا يعني بس حاجات حاجات كويسة. وقادي يا سيدي كل ما يمتلك بص معا ايه? قادي كشف حساب البنك. وقادي شهادة الولاد. شهادة الميلاد. وقادي شهادات التخرج دبلومات جامدة اوي وشهادات ميلاد. شهادة الولادة بتاعت ولادي. اهيه? وقادي يا سيدي ده تمليك البيت. البيت اللي هو ساكن فيه. اطلع لك ايه كمان? وقادي الباسبور وقادي الموبايل وقادي سجادة صلاة. تخيل ان كل ما تملك كل ما تملك في الشنطة دي. تيجي نخليها لله. يعني تيجي تاخد الشنطة دي باللي فيها. وتقول يا رب من النهاردة كل ما املك عشانك. طب والبيت. البيت عشانك ازاي؟ انا حنوي كل صغيرة وكبيرة في بيتي دوا ان نخليه قبل اتجمع المؤمنين. ان انا حعمل عمل خيري من بيتي دوا. بيتي دوا هيبقى دفء وعبادة لربنا وطاعة لربنا. حنبقى اسرة بتعبد ربنا. تيجي تخلي كل حاجة في حياتك لله. الاخلاص ان تقصد بقولك وعملك وما تملك وجه الله وحده. الاخلاص ان تولي وجهك لله وان تجعل جهتك في الحياة هي الله. التوجه يا جماعة عشان. ليه الاخلاص اول حلقة؟ اول رحلة الطيارة اتجاه. اول رحلة السفيرة اتجاه. اول المسير. اول رحلة السعادة. وجهت وجهيه للذي فطر السماوات والارض. حنيفا وجهت وجهيه. واحد بيقول النبي يا رسول الله اي الاسلام خير؟ قال ان تسلم قلبك وتوجه وجهك لله وحده. ومن احسن دينا مين احسن واحد دينا ممن اسلم وجهه لله. ايش مانا اختار الوجه؟ الوجه تعبير عن القلب. والوجه هو رمز الاتجاه. انت اتجاهك ايه؟ تعرف تعيش لله وحده؟ تعرف تخلص لله وحده؟ دون الاخلاص والله هتعيش سعيد. كل انا وكل اللي معايا في اتجاه واحد رايحين لك يا رب. هو دا الاخلاص. جرب في رمضان اجعل حياتك لله وحده. تسعد وتعيش سعيد. انت عارف انت لو اخلصت لله وخليت كل حياتك وكل ما تملك لله يعمل معاك ايه؟ يحفظك وينجيك ويعليك ويرفعك. انت مش واخد بالك شوف كده الايات ديان بص بيقول اللي سيدنا يوسف ايه؟ اللي نجى سيدنا يوسف من الفاحشة الاخلاص. ولقد همت به وهم بها. لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. انه من عبادنا المخلصين. اللي رفع شفت انه من عبادنا المخلصين. اللي رفع سيدنا موسى عند ربنا منزلة عالية جدا. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا. اصله كان مخلص. علشان كده بقى كليمه الله وارتفع المنزلة العالية. الشيطان بيقول انه يقدر على الناس كلها. قال فبعزتك. لا اغوي انهم اجمعين. الا عبادك منهم المخلصين. اللي وهبين حياتهم. اللي بيقولوا حياتي كلها لله ما اقدرش اعمل لهم حاجة. الا. هو عارف. الا عبادك منهم المخلصين. تلت القرآن. صورة الاخلاص. مش كده. قل هو الله واحد. يعني ايه قل هو الله واحد. ما حشرك مع احد. ولا حد زيه. ولا اعطي لغيره ما اعطيه. الله الله تعرف. تعرف تخلي كل حياتك لله من النهاردة. تيجي ننوي. تيجي نسكت ربع ثانية كده ربع دقيقة. تفكر كده. ها. كل ما تملك. فاكر الشنطة اللي انا كنت مسكها. كل ما تملك. تيجي نخليه لله. مش قادر. كل خطوة زي عمر ابن عبدالعزيز. كل خطوة لله. طب مش قادر. طب اختار حاجة جميلة في حياتك. وقول ديه لله. خدوا القرار دلوقتي. والله يجرب السعادة اللي هتحصل لك. اقولك هتبقى سعيد ليه? هتبقى سعيد عشان حاجات كتير اقول. هتبقى سعيد علشان ربنا وعدك. لو اخلصت يسعدك. تصدق وعد ربنا. بص الاية. وعد من ربنا. بص الاية بتقولك ايه? وما لأحد عنده من نعمة تجزى. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. ما بيديش الناس علشان منظرة ولا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. ولا سوف يرضى. سامع ولا سوف يحط تحتها ميت خط. والله حيرضيك. والله يسعدك. شفت? عايز تبقى سعيد. ممكن. مش انت جربت حاجات كتير. ممكن تجربت روح لربنا بكل كيامك المهربة. طب اقولك على حاجة تانية. ليه هتبقى سعيد? صدق ان الاخلاص راحة. الزوجة. الست. ايه اكتر كلمة بتسعد الزوجة? لما جوز هيقول لها انت زوجة مخلصة. مش كده? مش ديه من اغلى الكلمات على المرأة تقول انا مخلصة الجوزي. والراجل يقول انا مخلص لعملي. ولما يوقف رئيس الشركة يقول انا بشهد ان فلان مخلص في شغله. بقى جماعة بتستنوها من الناس ان يشهد لكم ان انتم مخلصين. وبتفرحوا بيها قوي. كيف نعطي للناس ملا نعطي له سبحانه وتعالى. بقى انت مخلص للناس وبتفرح بيها. فتخيل فرحتك لما ربنا يقول عنك يوم القيامة فلان كان مخلص. بتيجي نخلص لله. خلي بالك. كمية الثواب اللي حتاخدها. انا مش بطلب منك تغير حياتك يا اخي. ده انا بقول لك حياتك هي هي. وبقول لك خد حياتك هي هي وكبرها كمان. والبس احسن لبس بنية اني شايف المسلم محافظة على شكله ازاي ومحافظة. وتلبسي احسن عباية عندي جتولي شايفي انا محافظة على ازاي. وتلبس وتروح وتشتغل وتنجح وتكبر وكله عشانك يا رب. والثواب قد كده. والله العظيم انت ما بتفكرش. طب ليه ما تعملش كده من تواخد كل حاجة. وبعدين خلي بالك من حاجة. انت لو ما عملتش كده. تيجي يوم القيامة. لو ما اخلصتش لله. انت مأمور تخلص. يعني انت مش بتخلص جدعانة منك. وما امره. الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ايه في القرآن. اسمع الاية. فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. خالص ليه لوحده. يا جماعة خلي بالك. انك ممكن تروح بالشنطة اللي انا حكيت لك عنها. فاكر الشنطة. ممكن تروح بالشنطة اللي انا حكيت لك عنها. لربنا يوم القيامة. هي هي نفس الشنطة. بس انت ما كنتش عايش ليه. كنتش عايش لنفسك. وتروح يوم القيامة. فاكر الشنطة كان فيها ايه ما طلعتها لك من شوية. وتفتح الشنطة. وانت فاكر فيها هتلاقي اللي كنت لقيه. تفتح الشنطة بائزة بمفاجأة. الشنطة فيها ايه? ده يوم القيامة. تفاجأ ان الشنطة فيها شوك. الشنطة فيها ايه? فيها طوب وزلط. الشنطة فيها ايه تخيل تخيل هي هي دي الشنطة اللي انا كنت مسكها تردى تيجي لربنا يوم الايامة تلاقي الشنطة كده والله يا جماعة ابن القيم بيقول العمل بلا اخلاص كالمسافر يحمل حقيبة يأتي فاذا بها قد امتلأت طوب وظلط وحجارة تثقله ولا تنفعه يا اخسارة هتشيل كل الكلام ده يتقلك وما ينفعكش انت عايز الشنطة يبقى فيها ايه فاكر كان فيها ايه فاكر كانت جميلة ازاي كل ممتلكاتك يا اخي وديها لله بدل ما تيجي يوم الايامة تلاقيها طوب وظلط ايه رأيكو تخلص لله تعيش لله وبعدين اقولك على حاجة خطيرة جدا عارف لو ما اخبصتش يحصل ايه تبقى ماشي عكس اتجاه الكون يعني ايه عكس اتجاه الجون الكل كله عايش لربنا الشمس والبحر والجبال تشايفين المنظر الرائع اللي انا فيه النهاردة كل ده كل ده رايح لربنا اوعى تمشي عكس الاتجاه عكس السير في العربيات يعمل ميت حدثة وتعرق وتضطرب طب فما بالكل عايش عكس اتجاه الكون الكون كله عايش لربنا وانت عايش لنفسك عايش لربنا زي الكون بص الاية بتقولك ايه؟ ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كله ساجد وكثير من الناس كله عابد كله رايح لربنا وناس كتير شمس وقمر ونجوم وشجر ودواب وجبال وكثير من الناس لكن للأسف وكثير حق عليه العذاب مش عذاب الاخرى بس عذاب في الدنيا تعبان لانه مش رايح لربنا في غربة الكون كله في سكة وهو في عكس الاتجاه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرن مش هتعيش لربنا تتعذب خليك لفلف في الشوارع طول الليل وفي الاخر تروح تعبان ما خدتش حاجة اوقت طول الليل على الاتشات ولا على الانترنت ولا على الفيسبوك وقلف صور ورا صور وبردو تعبان ما خدتش حاجة اتمنظري وعيشي للمظاهر زي ما انت عايزة وبردو هتفضلي تعبانة لكن لو خدت كل حاجة ورحت لربنا تضمني السعادة لانك مش في غربة عن الكون ما انتش غريبة انت والكون كلكم رايحين لربنا يا تخلص انت عارف انا نفسي تخلص قد ايه؟ عارف ربنا بيدرب لنا مثل في القرآن حلو قوي بيقولك وقيلنا لكم في الأنعام لعبرة بيدرب لنا مثل بالإخلاص ايه بالأنعام؟ البقر والمئيز ايه؟ نسقيكم مما في بطونها مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا هو اللبن ده جاي منين؟ اللبن بييجي بيتحلب منين؟ من بين مكان الفرث مكان التبول والدم يا بص ربنا بيقولنا ايه؟ انا مطلع لكم لبن خالص لبن نقي ما فيه الشائبة واحدة كله خالص نقي ما بين حتتين يا اشرب كده افتح وحط وصب لبن واشرب وشوف شايف درجة النقاوة جاي منين؟ من بين فرث ودم تشرب وتنبسط وتقول الله نقي تخيل لو كان فيه ظرة شائبة تخيل لو واحد في المئة من اللبن ده جاء لي دم واحد في المئة يعني واحد في الألف خلوص اللبن ان ما فيهوش شائبة خالص انت خالص لله؟ تخيل لو اللبن ده تعكر يعني انا لو جبت نقطة دم دلوقتي وحطتها على اللبن دوا تخيل لو حطينا نقطة دم لو كان مش خالص لو كان مش نقي بص ثلاث نقطة عملوا ايه في اللبن؟ ما عادش نقي تردى تشربه؟ تردى لبن عليه دم تردى تشرب؟ اشرب مش معنى تروح لربنا بأعمال مش مخلصة وانت مش رادي تشرب اللبن ده لاني جيه عليه دم تكبه ربنا بيقول انا اغنى الاغنياء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك به غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء تشرك بالله تعيش لربنا تخلص لربنا انا قبل ما اختم الحلقة ديا عايز اناور لك نور شحنا قلنا كل حلقة مشعل نور من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ممكن تكتبه عندك وتتخيل كده الشعل انك هتعيش بالنور دوا اكتب الدعاء ده اللهم اني اسألك حبك دعاء كله اخلاص اسألك حبك وحب من احبك عايز احبك وعايز احب اللي بيه حبك وحب عمل يقربني لحبك وعايز احب كل الاعمال اللي اتخليني بحبك ده اخلاص ده انا عايز كل حاجة ليك اسألك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربني لحبك وبعدين يقول إيه؟ تشوف بقيت الدعاء اللهم ما رزقتني مما أحب لو ادتني حاجة بحبها فلوس ولا عيال فاجعله قوة لي فيما تحب المفروض فاجعله قوة لي يعني خلينا استخدمها في حاجة بحبها لا فاجعله قوة لي فيما تحب أنت يا رب لو ادتني حاجة بحبها فلوس ولا عيال ولا قوة ولا عضلات خلينا استخدمها في حاجة أنت بحبها أنت بتحبها بنتي شكلها جميل ابتسامتها حلوة خليني أحبب بيها الناس فيك يا رب وأحببهم في ربنا شاب قوي خليني أستخدم قوتي دوا في خدمة الغلابة والمساكين اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب وبعدين يقول إيه اللهم ما أخذت مني مما أحب كان نفسي يبقى عندي عيال أو شركة كبيرة مدتها ليش فاجعله فراغا لي خلي الوقت اللي فضل يا فراغا لي فيما تحب أنت برضو لو ادتني حاجة بحبها خليني أستخدمها في حاجة أنت بتحبها ولو خدت مني حاجة بحبها خليني أستخدم الوقت ده في حاجة أنت بتحبها أسألك حبك احفظ معايا بقى قول ورايا أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني لحبك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم ما أخذت مني مما أحب فاجعله فراغا لي الوقت اللي تضي دي خليني يستخدمه في حاجة انت بتحبها انت مخلص لله أختم معاك وصفة الإخلاص إزاي بقى مخلص 3-4 حاجات احفظهم مني واحد ادعي كل يوم بالإخلاص كل يوم يعني من النهاردة لغاية نهاية رمضان كل سجدة يا رب رزقني الإخلاص يا رب رزقني الإخلاص الدعاء بيثبت الفكرة في الدماغ ده واحد اتنين خلي عمل دايما في السر بينك وبين ربنا في أعمال في الظاهر لكن خلي عمل بينك وبين ربنا أنا وربنا عمل كده في السر في أعمال تانية لازم تعلينا هما للناس تتعلم الخير ازاي لكن في عمل كده ويبقى عمل خاص جدا أنا وربنا صدقة معينة مساعدة غالبان دي طريقة تانية حاجة تالتة عايز عايز تبقى مخلص علق ورقة اكتب عليها الأحاديث اللي احنا قلناها النهاردة وحتلقينا مخططنها لك على النت على عمر خالد دوت نت تخدها وتحطها وأنا بك وإليك قل إنا صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين اللهم إني أسألك حبك علق حاجة زي كده في حطة واضحة في البيت عشان كل ما تشوفها تبتكر الإخلاص وصفة ربعة عايز تبقى مخلص قبل ما تخرج من بيتكو كل يوم الصبح إنوى الإخلاص أعرف بنت حكت لها القصة دي بنت متزوجة في بريطانيا في إنجلترا بتقول علقتنا وجوزي على باب البيت من برة نيتي النهاردة كذا كل يوم تكتب نية وتقوم حطاها على باب البيت علشان كل ما تخرج من البيت قبل ما تخرج قلوي يبقى كل خرقتك لله ده الإخلاص يا رب أكون وصلت لكم معنا والله يجرب وحتعيش سعيد أول ما نقفل الحلقة اكتب كل ما تملك واقعد فكر مع نفسك تخليل ربنا وجرب لغاية آخر رمضان وشوف الحلاوة حلاوة البداية نور إشراق الشمس هتدخلوا على عمر خالد دوت نت النهاردة هتلاقوا إن احنا سيبنلكوا شوية حاجات كتيرة الحلقة كاملة من غير مفواصل هتلاقونا سيبنلكوا على عمر خالد دوت نت حاجات إضافية من الحلقة هدخل معاكم النهاردة بالليل أقعد أتناقش معاك وطول الليل حوالين السعادة حوالين مشاكل الشباب أي شاب عنده مشكلة تدخل معايا النهاردة وحتلاقونا طول الليل معاكم على عمر خالد دوت نت نشتغل مع بعض ومش كده وبس حاجة أخيرة هتلاقوا ورش عمل إزاي نشيل ونعمل أكبر موقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل حديث نوجه للعالم تخشوا حنعمل ورش عمل ونشتغل طول الليل ونستفيد من الأجازة ده حيبقى شغلنا مع بعض إن شاء الله اخلص حياتك لله كانت حلقة النهاردة أشوفكم على النت بالليل إن شاء الله وشوفكم بكرا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر